يوما بعد آخر تزداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا وتزداد معها في دول العالم التي اشتاحها هذا الفيروس حدة الإجراءات لمواجهته والتقليل من خسائره آخر هذه الإجراءات كان الحجر الصحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونتيكت الأمريكية الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب ثم تراجع عنه لاحقا وطلب من مراكز مكافحة الأمراض إصدار بيان يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها كذلك أصدر ترامب مرسوما يلزم مجموعة صناعة السيارات جنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعي أساسية لمرضى الفيروس مع ارتفاع أعداد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فأعلن أن مواطني بلاده الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة بفيروس كورونا سيمنعون من السفر عبر طائرات أو رحلات القطارات بين المدن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي أصيب بالفيروس أطلق بدوره تحذيرا في منشور وزع على كل المنازل في بريطانيا لحض السكان على المساعدة في الحد من انتشار الفيروس من خلال اتباعهم الإرشادات وبيّن جونسون أن الأمور في بلاده ستتجه إلى الأسوأ قبل أن تبدأ بالتحسن أما روسيا فقررت إغلاق المطاعم ومعظم المتاجر كما أعلنت السلطات أنها ستقيد الحركة عبر كامل حدودها بدءا من الاثنين لمكافحة الفيروس وفي مواجهة الكارثة الاقتصادية التي بدأت تشعر دول العالم بوطأتها تحاول الأسرة الدولية ضخ مبالغ هائلة في النظام المالي وفضلا عن اعتماد الولايات المتحدة خطة إنعاش هائلة تتجاوز قيمتها الألفي مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المهدد بالفشل تعهدت دول مجموعة العشرين بضخ خمسة تريليونات لدعم الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر